بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد في فيديو اليوم ها قد عدت لكم في فيديو جديد لتلامين سنة الخامسة ابتدائي اليوم سوف نقوم بحل اختبار الفصل الأول في مادة التربية المدنية ولنبدأ على بركة الله نموذ جاقم واحد نبدأ لدينا اختبار الفصل الأول في مادة التربية المدنية نتمنى الأول يقول ما الفرق بين المرافق الخاصة والمرافق العامة هنا اطلب مني الفرق بين المرافق الخاصة والمرافق العامة المرافق الخاصة هنا رسلنا جزول هنا رح نحط المرافق الخاصة هنا رح نحط المرافق العامة هنا هنا المرافق العامة هنا ودمเปえ المرافق الخاصة وجديو الفرق بين المرافق الخاصة والمرافق العامة و بالنسبة لانشاها المرافق العامى تنشيقها دولة يعني الدولة هي اللي تنشأها ماشي شخص هكا يجي ينشأها كما نقوله واحد يجي بغيب النيدار هذيك الدار اكاة رح تكون داره و اي دار؟ هذيك خاصة به هذول يتنشأها الدولة اما في المرافقة الخاصة ينشئها افراد كما ينشئها افراد كما مسلم ينشئها افراد يعني ينشئها شخص واحد مثلا شخص يحبيب النيدار دار هذه كتعت عبرة عمل انه هو اللي بناها إذن ينشئها أفراد أي ينشئها شخصة أو ممكن شخصين ثلاثة أربعة أي مش معامل أشخاص أما المرافق العامة تنشئها الدولة قلنا بالنسبة للإنشاء المرافق العامة تنشئها الدولة أما المرافق الخاصة فينشئها مجموعة من الأفراد أو ممكن فرد واحد يعني ليس بالتحديد أما المرافق العامة هي ملكية عامة يعني الكل ممكن يستفادوا من هذا المعرفق مثلا المستشفى أي واحد يقدر يروح للمستشفى صح ولا لا المعرفقة العامة يعني موش رح يتكون الاستفادة تحى شخصية موش يستفاد منها شخص واحد ولا اثنين ولا مجمعة من الأفراد لا رح تكون الاستفادة من تحى أكيد رح تكون عامة يعني للناس كامل ماشي غير مجمعة من الأشخاص أما المعرفقة الخاصة فهي ملكية خاصة يستفادوا منها مجموعة من الأشخاص وعلى قولها ملكية خاصة لأنه ملكية عامة رح ندفعوا كي ندخلوا الملكية عامة أو المرفق عام أكيد رح نسلكوا بعض دروسهم وكي ما نلاحظوا ممكن نسلكوا 5000 ممكن نسلكوا 10000 أما في المعرفقة الخاصة مثلا واحد كي ما نقوله يدخل العيادة كي يدخل العيادة رح يصلك أكيد كثر عندنا تقدم خدمة أو مصلحة عامة مقابل مبالغ رمزية مبالغ رمزية هي كي ما نقوله مبالغ قليلة كي ما نقوله 5000 10000 2000 إذن تقدم خدمة أو مصلحة عامة يعني تقدمها الجميع ماشي غير الشخص واحد مقابل مبالغ رمزية مبالغ مبالغ رمزية هو نشأه فرد ويعتبر الملكيات الخاصة يعني تخصه هو وتقدم خدمات خاصة بهدف تحقيق الربح تقدم خدمات خاصة بهدف تحقيق الربح مثلا نعطي مثال على واحد مثلا حال حانوت هو الفرد اللي ينشأ هذا الحانوت وهذا يعتبر الملكيات تعني حاجة خاصة به والحانوت يقدم خدمات خاصة يعني يقدم خدمات خاصة بشي يربح المال بشي يحقق الربح بشي يحقق الربح يعني بشي دي سوارت كما نقوله هو يشير السلعة ويبحة يشير السلعة ويبحة اذا مرافق العامة مثل المستشوى او المدرسة والمرافق الخاصة ممكن نقدر نقوله كما العيادات الخاصة اذا المرافق العامة تنشئها الدولة وهي ملكية عامة وايضا تقدم خدمة او مصلحة عامة مقابل مبالغ رمزية او رسوم اما المرافق الخاصة فينشئها افراد وهي ملكية خاصة وتقدم خدمات خاصة بهدف تحقيق الربح الان مع الثمانين الثاني خلصنا الثمانين الاول الان ثمانين الثاني يقولي يضع صحيح او خطأ امام كل عبارة اعطنا مجموعة من العبارات وطلب مننا انه نضع صحيح او خطأ امام كل عبارة من هذه العبارات يقولي المؤسسات العمومية تقدم خدمات مجانية للمواطن يعني المؤسسات العمومية او المرافق العامة تقدم خدمات بلاش للمواطن هذا صحيح او خطأ والبارد هو مؤسسة ادارية خاصة صحيح او خطأ في المستشفى يدفع المريض مبلغا رمزيا لمعالجته والبارد هو مؤسسة خدماتية عندنا ايضا تلفاز وسيلة سمعية فقط وتبع طوابع الباردية والجبائية في المحلات التجارية عندنا اولا المؤسسات العمومية كما نقول المستشفى يقدم خدمات بلاش للمواطن المؤسسات العمومية هذه صحيح اذا قل المؤسسات العمومية تقدم خدمات مجانية للمواطن نتفكر بلاش معناها صحيح البارد هو مؤسسة ادارية خاصة هذه خطأ في المستشفى يدفع المريض مبلغا رمزيا لمعالجته صحيح لانه قلنا المستشفى هو مؤسسة عمومية وفي المرافق العامة هو اكيد عبارة عن ملكي عامة وقلنا في المرافق العامة رح يدفع المريض او رح يدفع هذاك شخص رسوم او مبالغ رمزية البارد هو مؤسسة خدماتية صحيح هو مؤسسة خدماتية تلفاز وسيلة سمعية فقط يعني التلفاز نسمعوه برك خطأ تلفاز وسيلة سمعية يعني نقدروا نسمعوه ونقدروا ايضا نتفرجوه تلفاز نقدروا نتفرجوه فيه تباع الطوابع الباردية والجبائية في المحلات التجارية هذه خطأ الان مع الثمانين الثالث قال لي في الثمانين الثالث صنف الخدمات التالية في الجدول الادنى أعطاني مجموعة من الخدمات كما تسهيل اتصال الداخل وخارج الوطن توسيح شبكة الخطوط الهاتفية صب الأموال واسحبها في صندوق التوفير تفهم مستحقات الكهرباء والغاز صرف بعض المنح لذوي الحقوق وتنمية العلاقات بين الأفراد والأسر هذا أعطاهم لي عكاية برعا خدمات وطلب مني ان نصنفهم في جدول هذا الجدول فيه بريد الجزائر واتصالات الجزائر عندنا أولا اتصالات الجزائر تسهيل الاتصال داخل وخارج الوطن تسهيل الاتصال داخل وخارج الوطن أكيد هنا يا بدأ معطاني الكلمة مفتاحية لهي الاتصال أكيد رح تكون في اتصالات الجزائر تسهيل الاتصال داخل وخارج الوطن توسيح شبكة الخطوط الهاتفية نعتبروها أيضا في اتصالات الجزائر إذن توسيح شبكة الخطوط الهاتفية عندنا صب الأموال واسحبها في صندوق التوفير بريد الجزائر وصرف وأيضا عندنا دفع مستحقات الكهرباء والغاز بريد الجزائر أيضا صب الأموال واسحبها في صندوق التوفير ودفع مستحقات الكهرباء والغاز هو عبارة عن بريد الجزائر وعندنا صرف بعض المنح لذوي الحقوق عبارة عن بريد الجزائر أما تنمية العلاقة أو العلاقات بين الأفراد والأسر يعني هو عبارة عن الاتصال كيف تصل بالأفراد عن العائلة داعنا أكيد رح نمي العلاقة بينهم وبينهم أي اتصالات الجزائر هنا أدنا الوضعية الإدماجية في الوضعية الإدماجية قال لي لوسائل الاتصال أهمية كبيرة على حياة المواطن يعني وسائل الاتصال يلعب أهمية كبيرة في حياة المواطن أكتب فقرة لا تتجاوز ستة أسطر تتحدث فيها عن هذه الأهمية نحن نعرف الأهمية تع وسائل الاتصال يقول لي الآن أكتب فقرة بتتجاوز ستة أسطر يعني ستة أسطر أو أقل تحدث فيها نتكلم فيها عن أهمية أو الدور لتلعب وسائل الاتصال على حياة المواطن أو حياة الإنسان الإجابة هي عبارة عن عيد ماجية لوسائل الاتصال أهمية كبيرة نقدر نقوله في حياتنا حيث قربت الناس من بعضهم وجعلت العالم قرية صغيرة فأصبح الأشخاص يتواصلون مع بعضهم صوتيا وكتابيا وأحيانا بالصوت والصورة في نفس الوقت عززت أواصر العلاقات الاجتماعية مع الأصدقاء والأقارب مكنت الناس من متابعة ومطالعة الأخبار في جميع أنحاء العالم من خلال شبكة الإنترنت أو القنوات الفضائية كما مكنت الأشخاص من فرصة التعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني للرفع من مستواهم وتدويجهم بجهادات هنا أعطينا مجموعة من الأهم يعني مجموعة من الأدوار اللي تلعبها وسائل الإنترنت كما قلنا قربت الناس من بعضهم ويا بالفعل قربت الناس من بعضهم جعلت العالم قرية صغيرة أي هذا العالم الإفتراضي يعني هو قرية صغيرة يعني ما عادوش الناس ديما يعني لازم يروحوا لبعضهم عادوا يتواصلوا أو يتراسلوا مع بعضهم صوتيا وكتابيا وأحيانا بالصوت والصورة في نفس الوقت فقط عن طريق وسائل الاتصال وقد عززت أواصل يعني عززت العلاقات الاجتماعية مع الأصدقاء والأقارب والأصحاب ومكنتنا أن نطالعوا أو نتابعوا الأخبار في جميع أنحاء العالم من خلال شبكة الأنترنت أو القناوات الفضائية ومكنتنا من فرصة التعليم عن بعد أو لا التعليم الإلكتروني يرفع من مساواهم ويتوجهم بشهادة وتتوجيهم بشهادة دمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء